مجهز الأنباء من زومست تيفي بطنجا أهلا بكم واستحجد كبير من أنصار حزب العدالة والتنمية في مغغة قدم أمس عبدالله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية مهرجانا خطابيا تحدث فيه عن منجزات الحكومة على مستوى مختلف القطاعات منها الحفاظ على أمن واستقرار البلاد والقدرة على تخطي الأزمة التي كان يتخبط فيها الميزان التجاري للمغرب ساهمنا في المحافظة على الأمن والاستقرار البلاد في الوقت اللي هو عدد الدول التي تعيش في مشاكل المؤلمة جدينا الحمد لله قدرنا أفضل الله سبحانه وتعالى والتوفيق دياله باش نتجاوزوا الأزمة التي كانت تخبط فيها الميزانية ديال المغرب وتكون اليوم الميزانية ديال المغرب كانت تعطى كمثال ونموذج في العالم سيشرف والي طنجة طوان محمد اليعقوبي على انتخابة الرابع من جتنبر في مدينة الحسيمة بعد عفاء ولي المدينة جل سمسم بداية الأسبوع جرأ ما سمي بفضيحة تلاعب في مشروع استثماري قرروا الإعفاء شبل عددا من المناصب في ولاية الحسيمة ما دفع وزارة الداخلية إلى تكليف محمد اليعقوبي بالإشراف على الانتخابات تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أمس الأربعاء بناء على معلومات دقيقة من توقيف تسعة أشخاص بكل من طنجة والعرائش وسلاء لضلوعهم في أعمال غش وبيع مواد فاسدة تشكل خطرا بالغا على صحة العامة للمواطنين وذكر بلاغ للمكتب أن التحريات مكنت من رصد مجموعة من المخازن بمدينة طنجة تفتقر لشروط السلامة الصحية والتي يقتن منها الباعة المتجولون للأكلات الخفيفة كمية كبيرة من لحم الدواج غير الصالحة للاستهلاك وخلص البلاغ إلى أنه سيتم تقديم المجتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة احتل المغرب الرتبة الأولى على مستوى الإفريقي فيما يتعلق بجودة البنية التحتية السكافية والرابع والثلاثين على المستوى العالمي وذلك حسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي الذي صدر في تقريره الشامل حول التنافسية واحتل المغرب المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا متقدما على جنوب إفريقيا وتونس والجزائر ففي مجال الجودة البنية التحتية الشاملة اخترى المنتدى الاقتصادي العالمي المغرب كأفضل بلد في شمال إفريقيا والثارث في إفريقيا والثادث في العالم العربي في الشأن الصحي أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس أعلنت انتهاء انتقال فيروس إيبولا في ليبيريا حيث أدى الوباء إلى وفاة حوالي 4800 شخص من أصل حوالي 10600 إصابة وقالت المنظمة في بيان تعلن فيه نهاية انتقال فيروس إيبولا في ليبيريا بعد انقضاء 42 يوما أي دعفي مدة الحضانة على تسجيل الإصابة المؤكدة الأخيرة في البلاد وحذرت السلطات الصحية من خطر عودة الوباء نظرا إلى أن سيرلاليون وغينيا ومازالتا تعانيان منها في الشأن الرياضي توصل فريق اتحاد تنجا بمراسلة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تقضي بتأخير توقيت مباراة اتحاد تنجا والمغرب الفاسي برسم الدورة الأولى من البطولة الوطنية إلى الساعة الثامنة والنصف مساء بعدما كانت مبرمجة على الساعة الرابعة عصرا وذلك يوم السبت المقبل أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تصنيفه الشعري للمنتخبات التي شهدت رجوع المنتخب الوطني ثلاثة مراتب إذ أصبح يحتل الرتبة الخامسة والثمانين عالميا بعدما كان يحتل الشهر الماضي المركز الثاني والثمانين ووصل منتخب الجزائر تصدره للمنتخبات العربية والإفريقية محتلل المركز التاسع عشر نفس مركز الشهر الماضي وفي المركز الثاني إفريقيا الكوديفار الواحد والعشرين عالميا وغانا في المركز الثالث إفريقيا والسابع وعشرين عالميا وتونس الرابع إفريقيا والثالث وثلاثين عالميا نهاية الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة